رضينا الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يدعو إلى الثورات والمظاهرات ويقول إنها تختلف من بلد إلى بلد هل يجب التحذير من من يدعو إلى هذا؟ نعم ثورات ما فيها خير في كل البلدان الثورات ما فيها إلا شفك الدماء وتخريب الديار وإتلاف الأموال وانتهاك الأعراض لا تجوز الثورات المشروع الجهاد الجهاد في سبيل الله بشروطه الجهاد الصحيح الشرعي هذا هو المشروع أما الثورات والفوضة هذه كلها شر ولا تأتي بخير وليس لها نتيجة ولا ذمرة نعم ترجمة نانسي قنقر